اشتركوا في القناة للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن وقولوا للناس حسنًا تقديم الأستاذ حافظ غرص الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحبة الأكارم مستمعي الأفاضل أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن مثقلات الميزان كيف السبيل إلى تثقيل الميزان بالحسنات يقول رب عز وجل والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون الناس يوم القيامة ثلاث أصناف هناك من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وهناك من خفت موازينه فأمه هاوية وهو في نار حامية وهناك من تساوت حسناته مع سيئاته فأمره إلى الله مع سيدنا داود يقول إن كفة الميزان تسع أطباق السماوات والأرض ومن أين لي بحسنات كي أملأها قال رب العالمين يا داود الرضيت على عبدي ملأت له كفة حسناته ولو بشق تمرة يتصدق بها من أجله ولذلك يقول الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة وهذه أم المؤمنين عائشة كانت تتصدق وقبل ذلك تضع المسك على الدرهم قالت علمت أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير حتى إذا قال لها الفقير جزاك الله خيرا يا أم المؤمنين تقول له بل جزاك الله أنت خيرا لأنك أنت الذي تحمل زادنا إلى الآخرة ظل الصدقة يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا من أمتي في حر يوم القيامة فجاءته صدقته فاستظل بظلها صدق يوم القيامة تخلي ميزان الحسنات ثقيل اتمنع الميزان يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله تملأني ما بين السماء والأرض ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا في هذا الموضوع مثقلات الميزان قال لخمس ما أثقلهن في الميزان لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه الولد الصالح يتوفى فيصبر الإنسان يقول إن لله وإن إليه راجعون حسبون الله ونعم الوكيل يقول النبي عليه الصلاة والسلام في موقف من مواقف يوم القيامة قال رأيت رجلا من أمتي وقد خف ميزانه فجاء أفراطه فثقلوا ميزانه أكل الأولاد الصغار ليتوفاوا ورغم هذاك يصبر العبد المؤمن وتصبر المرأة المؤمنة المسلمة المرأة الصابرة الراضية بقضاء الله عز وجل الأبناء الصغار هذم ليتوفاوا يقفون على باب الجنة ومن أجل المشاهد يوم القيامة فرب سبحانه وتعالى ياخذ بخطرهم يقول ما ندخل للجنة إلا ما يا ربي تكرمنا بدخول أبائنا وأمهاتنا للجنة فرب سبحانه وتعالى يشفع في أبائهم ويشفع في أمهاتهم ويرزقهم دخول الجنة ومن أجل المشاهد يوم القيامة يوم الميزان مما رواه لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصل ثم يقول أتنكر شيئا من هذا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا ربي فيقول ألك عذر تعتذر به لدينا فيقول لا يا ربي فيقول له الله بل أن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ويا رسوله فيقول أحذر وزنك فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال فإنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء أثقل كلمة أعظم كلمة أفضل كلمة أفضل ذكر لا إله إلا الله الكلمة هذه من أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة من جاء بها مخلصا من قلبه وأتى بجميع شروطها دخل الجنة من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة سيدنا موسى قال يا ربي أسألك كلمة أدعوك بها وأناجيك قال له الله يا موسى قل لا إله إلا الله قال سيدنا موسى يا ربي كل الناس يقولون لا إله إلا الله قال الله عز وجل يا موسى لو أن السماوات السبع وما فيهن والأراضين وما فيهن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لما لت بهن كفة لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم اثق الموازيننا بلا إله إلا الله أرزقنا يا ربنا رضاك والجنة اللهم آمين يا رب العالمين وصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قدمت لكم العذاعة الوطنية وقولوا للناس حسنا برنامج يرمي إلى تجلية آداب الإسلام وقيمه السمحة وقيمه السمحة قل الكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملهه القرآن وقولوا للناس حسنا